أسلمة ومرحبا بكم أصدقاء ومتابعي قناة أسرار مخفية أكبر قضية فساد مالي قد تزلزل الدولة التونسية والتي تلاحقها من عام 1982 والتي هي ملف البنك التونسي الفرنسي دات النكبة عام 1982 وقت المواطن المقيم بالخارج عبد المجيد بودن عم رئيس الحكومة الحالية نجلة بودن عاد إلى بلاده تونس كمستثمر تونسي وحاول أنه يستثمر في بلاده بعد سنين الغربة التويلة وعاد بمبالغ مالية تتجاوز 7 مليون دولار واللي يعتبر في الفترة هذه كمبلغ خيالي وقام عبد المجيد بودن بشراء نسبة أسهم كبيرة من البنك التونسي لستيبي تتجاوز 59% من الأسهم منتاع البنكة هذه وأصبح بهذا عبد المجيد بودن رئيس مجلس لدارة للبنك بحكم أنه صاحب أعلى نسبة أسهم لكن بعد فترة قسيرة من شراء الأسهم هذه ظهرت مشاكل إدارية وبداية يتعرض إلى مضايقات من طرف الأمن ولجنة التحقيق المالي وقتها العائلة الحاكمة رفضت أنه شخص يقوم بشراء البنك التونسي هذا وهكا قامت بالتراجع عن ببيع البنك واستحوذت على الفلوس اللي جاء بها مع عبد المجيد بودن وقامت بوضعه في السجن لفترة طويلة لكن بعد سنوات من السجن قامت الدولة التونسية بعمل صلح مع عبد المجيد بودن وتم إخراجه من السجن اللي وقتها قام بمغادرة التراب التونسي فور الأفراج عليه نحو فرنسا وقام من هناك ورفع عدة قضايا في الغراث بالتحايل ضد البلاد التونسية والأحكام كانت قاسية واختيرة على البلاد التونسية اللي قد تؤدي لدمار الاقتصاد تماما ويلزم تونس تدفع مبلغ 7000 مليار لعبد المجيد بودن وشركائه كتعويذ للفلوس اللي تنهبت له لسنوات السجن ومنذ السنة الفارتة اللي يربح فيها القضية كاملة وتحصل على حكم بيت وإنه يحصل على 7000 مليار التواء الدولة التونسية باقي تحاول باش تعمل صلح وتلقى حل المشكلة هذي في النهاية ما تنسوا اشتاعملوا عجيب للفيديو واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد